عم تستعمل إسرائيل الماء كسلاح ضد الفلسطينيين بالضفة كيف؟ أنت دودا شخور كيف؟ تبوغابا أساب اللي الماء بالخمينة فكا خير تستولي إسرائيل على 87% من مخزون الماء بالضفة لتعطيلها مستوطنيها ويتقصد الجيش تدمير أي منشأة ممكن يستخدموها الفلسطينيين ليجمعوا ماء بيحصل الإسرائيل على 300 لتر ماء بالنهار بس الفلسطيني بالضفة بيطلع له 8 والفلسطيني بغزة حاليا بيطلع له أقل من 3 لتر استخدام الماء كسلاح بيبين بوضوح بحي كفر عقب بالكدس المحتلة لهو أكبر حي فلسطيني بالكدس ومفصول عن باقي المدينة بجدار الفصل العنصري حي كفر عقب محروم من الماء من حزيران وبلدية الاحتلال رافضة تتحمل المسئولية رغم أن أهالي كفر عقب بيدفعوا ضرائبهم للبلدية السبب بحسب السلطة الفلسطينية أنه شركة المياه الوطنية الإسرائيلية أو ميكوروت خفضت حصة كفر عقب وحصة مناطق تانية بالضفة الغربية من 7 أكتوبر عم تتبع إسرائيل سياسة الانتقام مع كفر عقب بعد التوفان سكرت إسرائيل معبر كالانديا يلي بيوصل كفر عقب بباقي القدس وبلشت تدريجيا تستنسخ نموذج الحصار بغزة على القدس والضفة ابتداء من قطع الماء ترجمة نانسي قنقر